هذا العام من أكثر الأعوام انتهاكاً لحرية الصحافة يوم عالمي للصحافة بلا صحافة في اليمن هكذا بالإمكان وصف العام 2015 الأسوأ في تاريخ الانتهاكات التي طالت الحريات الصحفية في اليمن حيث شهد العام الماضي أكثر من 300 حالة انتهاك كان جلها من نصيب ميليشي الحوثي بحسب لجنة الحريات بنقابة الصحفين اليمنيين وخلال العام ذاته وثق حتى الآن مقتل 13 صحفياً واختطاف ما يزيد عن 80 صحفياً لا يزال 15 منهم في سجون الميليشيا كلفة ضاهضة للحرب يدفعها الصحفيون في اليمن كونهم أكثر الأطراف ملاحقة واستهدافاً من قبل الميليشيا التي تأنس لأصوات القدائف ويثير رعبها مرأة كاميرا فقد قامت ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بمداهمة مكاتب القنوات الفضائية المحلية والدولية والصحف ومواقع الأنترنت ونهبت محتوياتها سجل ضدها أكثر من 30 حالة إيقافة لوسائل الإعلام ومصادرة كاميرات وممتلكات وحجب أكثر من 50 موقعاً إلكترونياً محلياً ودولياً المئات من الصحفيين والمشتغلين في مجال الصحافة فقد وظائفهم بعد أغلاق ومصادرة المؤسسات العلامية ما تسبب بمغادرة الكثير من الصحفيين خارج البلاد لكنهم لم يسلموا أيضاً من العقاب فقد عمدت الميليشيا لإيقاف رواتب الصحفيين المناهضين لسياستها وتم فصل العشرات منهم تمضي الصحافة في اليمن باتجاه واحد بعد إلغاء وحجب كل المنصات الإعلامية التي كانت تضمن ترجمة حقوق الناس ونقل قضاياهم سلطة الخوف والكراهية ضد الحريات كانت اليد الطولة في إخماد كل الأصوات المعارضة للميليشيا منذ سيطرتها على أدوات السلطة وتمكنت بعد سلسلة من الجرائم من إعدام شهود الحقيقة وإفراغ العمل الصحفي والنقابي وتجريفه من محتوى كان آخرها تجيير الميليشيا لوسال الإعلام الرسمية من أجل نشر ثقافتها والاحتفاء بأصنام الحرب